قلت لي اليوم عايشة كأنه عايش وياتش أحبه أحبه تشوفيه بالأحلام أحبه كل شيء أحبه الحزن له الفرح أكثر بحياتك أحبه الحزن زين كان الذهب أكو مشهد بالجزء الأول أنه يتوفى ابنك أموري حبيبي أنت عشتي هذا المشهد هذا بالضبط بالحقيقة عشتي بعد وفاة ابنك علاوي بالكانسر وهو أبعث شبابه 27 سنة يمكن الناس كلهم يعرفون اللي صار ويا شون أديتي هذا المشهد وأنت بالفعل عشتي قبل سنوات وهي ابنك الحقيقي ما أدري شون يعني ما أذكر شون ما أخلته صدقني هذا مقطوع من ذاكرتي أنا ما أدري شون أجيت على السرير وما أدري شون بجيت وما أدري من خلاص المشهد ويسيحون أستوب وأنا أبتشي وعيط تخيلتي علاوي يعني ما أذكر شون يعني ساني من أصفا كل المشاهد أذكرها بيها بداية وبيها نهاية بس هذا ما أذكر عن الشون سمثلت أبداً ما أذكره فشي مقطوع من الذاكرة أنا مريد أرجعش ذيك الأيام بس أنت بعد وفاة علاوي ما تقبلتي للدنيا يعني صار عندك حالة نفسية سيئة جداً أي كل شيء دخلتي بحالة اكتئاب يعني عشتي ستة شهر تقريباً عن مغذي طبعاً هي ما أكو أكل ما أكو شروب ما أكو نوم أنتو ظليته يعني فترة طويلة هو يتعالج والدكاترة يقوله لي شو فقد الأمل سنة كاملة أحنا نتعالج بمستشفى دجل الأهلي فالمفروض ما تنصادمين يعني كنتي حاطة احتمال أن يرحل المفروض هي شيء بس يعني هو العقل يعني العقل ما كان يتقبل وكان يقول لي دكتور حارث الله ينطل عافية دكتور حارث مدير مستشفى الدولي حالياً هو جرح كل شيء مهم طبعاً هو كان مسؤول عن علاج ابني أنا سنة نايمة عنده بالمستشفى كان بين يوم ويوم يزعلي للإدارة ويحاول يقرب للصورة فأنا أقول لي لا لا تقول لي شيء اللاوي طيب يعني حتى تعبت للدكتور تعب الدماغة يعني تبقى هي إرادة الله وماكوا اعتراب على العقل وتوفى خارج العراق لا 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 أنا آخر شيء وديتها للهند على مدأخذ له أكو جهاز اسمه بيت اسكان كان ما ماكو بالعراق صرفت 17 ألف دولار حتى أخذ له هذا الجهاز رغم هو الحالة ميؤوس منها ميؤوس منها وكل الدكاتورة بالأجماع بالأجماع هو كانسر كان بالقلون والمعدة والمستقام والأمعاء والريئة وبعد أن تشرب الدم وبالأعظام وكل جسم يعني إيه سافرت للهند ظلت أول ما سافرت ورث ثلاث ياما سدت الطرق ظلت أنا أربعة أشياء معاني أول من فتح الطريق رجعت ورث ثلاث ياما توقفه رجعت قبل المستشفى في العراق نعم رجعت يام دكتور حارث مستشفى مريتي فترة اكتئاب بعد وفاته نعم لا أكتئاب لا أعرف شنو فوق الاكتئاب شنو مثلا ما أعرف أتليليوم عايشة كأنه عايش وياتش نعم أحبه أحبه تشوفيه بالأحلام نعم أحبه كلش أحبه نعم نعم